أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل إجازة رسمية وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف اشتركوا في القناة